يعني شوفوا يا أخواننا أنا قد أكون بارًا بأبي وأمي لكن في قمة نشاطي طلبوا مني طلبًا لبيتهم أنت تؤجر لكن العظم أن تكون مريضًا متعبًا مثقلًا بالتعب والمرض ويطلب منك أبوك طلبًا ثم تلبيه هنا يظهر البر إذن البر يظهر مو في المنشط يظهر في المكره والنفق لا تظهر في اليسر بل تظهر في العسر بعدين لا تتعجبوا سمعت مرة من أحد المؤمنين يقول مرة كنت أعمل إلى الثانية تقريبًا ليلاً رجعت من العمل والدي يأخذ دواء في هذا الوقت قال فدخلت إلى غرفتي مثقلاً بالتعب لا يريد أن يدخل أعزكم الله الخلاة من شدة الحاجة إلى النوم قال فألقيت نفسي في الفراش كأنني جثة هاملة قال سمعت والدي في الغرفة الثانية يسعل حان وقت الدواء هو بحاجة من يعطيه الدواء وأنا لا أستطيع أن أتحرك من الفراش من النعاس قال بلحظة واحدة تداركني توفيق الله ولطفه فقمت وأتيت بالدواء لوالدي وأطعمته إياه ودعا لي وشكرني قال لي الله يرضى عليك قال ثم لما رجعت إلى فراشي وجدت في بدني نشاطاً عجيباً للعبادة فقمت تلك الليلة ومنذ عشرين سنة لم أترك قيام الليل لحظة واحدة يا أخواننا التوفيق أبوك بحاجتك أنت في لحظة كسل في لحظة تعب في لحظة مشقة يقول لك أخي فلان ليش متقدم شوفوا الأسباب يا أخواننا قال لبيته فدعا لي قال فدب الله العافية والنشاط في بدني فصليت الليلة كلها ولم أترك قيام الليل منذ عشرين سنة في أناس منذ عشرين سنة ما صلوا الفجر حاضراً مو في الجماعة ما صلوا الفجر حاضراً لكن نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من قلة التوفيق الآن يتذكر أن أول أوصاف المؤمنين شوه مو الذين ينفقون ينفقون في السراء وهذه سهلة وفي الضراء طبعاً وهذه سهلة وصاحبها مشكور مأجور عند الله عز وجل طيب ما بالكم الذي يكون في السراء لا ينفق لا في السراء ولا في الضراء هذا خذلان من نوع آخر ترجمة نانسي قنقر